كيف حلوuxe تعملنيerte؟ في صباحنا كمي زوجات اما راضيiant بان اتصل من فات PERV جميلة الامر لابست التو كساتين ويقلت اكل اي سناكس كده قالت اللي سناكس ده اللي هو كاراتيل بالسوداني ده ده يا جماعة سعرات الحرارية قليلة جدا فهمة تتخالوا بصوا كنت عايزة خليكم تقروا كمان فيه بروتين فيه تقريبا 73 ميلي جرام بروتين حاجة زي كده المهم سعرات الحرارية كلها 60-70 يعني ولا حاجة بجد ولا حاجة خالص بالنسبة يعني الانواع تانية كتير المهم ان انا كالته بالليل كده وكان فيه هنا بكمان كالته بس لما صورتوش معي كونسيت تقريبا المهم بقى ايه صرحت شعري عملت تفير وشلت التو كساتين وحطتها في الدرج تمام طبعا استوزمرون بقى كان رامي بقى الحاجة بتاعته في كل مكان خدتها كده وقلت بقى يعدل الدنيا وحط المشيه مكان عشان كنت بتمرن وجبت لنفسي ازازة مية حطتها جنب مني عشان خطر اشرب منها طول ما ازازة المية قدام مني زي ما قولتلكم باشرب طول ما ايه مش قدامنيني ولا بقرب للمية ولا بعبره حطيتهم كده الاتنين جنب بعضو كمان جبت الحديد بتاعيش انا اخدو بس كده حطيتهم هم تلاتة جنب بعضو ما كنتش حطيت الكريم المرتب بتاع ايدي ولا سيروم الضوفري اللي انا عملاه برضو حطيتهم لاني بس بهم اخر حاجة خالص المهم بقى ايه دخلت على الحمام عشان خطر اخسل البسكت الشرشوبة ولا هيا جماعة بصوا بقى هسيبكوا تتفرجوا وهتكلم معاكوا كان فيه بنوتة بتسألني بحب قوي فكرة الاسئلة دي بتقول لي ميرا جزها تقريبا في الصعودية ببعت لها الف جنيه بس كل شهر مصارفها وهي حامل بصوا انا عايز اسمع رأيكو في الموضوع ده هي بتقول لي اعمل ايه بص يا قلب المفروض طالما انت حامله يبعت لك اكتر منك اتب ده هيكفيك مصاريف الدكاترة ولا علاجاتك ولا التحاليل ولا اكلك ولا شربك ولا انت نفسك في حاجة يعني مفروض لغدا لا طبعا على فكرة انا ساعت بعض عند ممتي بالخمسة ايام بالعشرة ايام استحالة تديها يعني ولا امام اخو دي ده عادتي معاكي لا طبعا حتى لو قاعدت معا انا ساعة الولادة عادت مع اماما شهر ونص معانا كده ان انا قاديها حق الاكل والشرب لا طبعا بس المفروض هو يزود المصروف عشان خطر الدكاترة عشان خطر تجيبي مثلا لو مامتك النار ده عاملة اكلة انت مشتش حباها بسبب الحاملة تجيبي الاكل اللي نفسك فيه تجيبي حاجات نقصوك تجيبي لبس نقصك حاجة طبعا مش تقدري تقولي الاهلك هتقولي كذا وكذا وكذا لا نفسك في فاكها معينة نفسك في اي حاجة دي بيها لنفسك نفسك تطلبي حاجة فانا رأيي ان هو يزودلك المبلغ شوية وما تديش لباباكي ومامتك ده رأيي عايزة برضا يا جماعة اسمع رأيكم لانها عايزة مصريف من جزء عشان تدي بابا ومامتها يعني في حق الاكل تشترك معهم في الاكل انا مش معاها في الحدة دي بفراحة يعني مش معاكي او في الحدود اللي انت عاملها دي بينك وبين اهلك مش معقول لا طبعا احنا يعني الموضوع ابسط من كده بكتير ضل اهلنا يا جماعة لو ما تسندناش عليهم ان نتسند علي مين بس انتي ممكن تعملي ايه ممكن في مرات جبلهم فاكها حلوة اكلها حلوة اتنم انا عزماكو النهاردة جبلهم سناكس حاجة حلوة كده شوكولاتات كده انما تديهم حق الاكل والشرب ووحشة قوي لا فجماعة برضو عايز اسمع رأيكم اللي عندها ايه سؤال برضو تقولولي وانا تناقش في كلنا كده بس بليز قولولها رأيكم برضو يعني انا قلت الرأي انا عايز اسمع رأيكم انتم كمان المهمة باي جمالا ما بيدخول بالليل كده وانا مشغالة المروحة بغطي زابلة بالنيل يعني اسمها كوفيرتا او بالكوفيرتا او بالكوفيرتا او بالكوفيرتا او دي بتاعت الولادة بتاعتها نفس لون السلوبتة اللي هي لابسة ها دلوقتي تمام اا قعدت بقى شوية وبعد كده راحت فتحت التلاج خد تخلى التفح حشان اعمل ريفرش لبشريتي بحطها على القطنة وبقى مشي علي بشريتي كلها بالقطنة دي تمام ده شكل كده خدت بصوا القطنا بتبقى فيها حاجات بس مش حاجات كتير لان انا قردي بابقى لسه غسلة بشرتي بس عايزة عملها ريفرش المهمة بقى نهاردة بقى الصبح صحيت خدت اتنين بامبرز كده لإزابيلا دي البلدة الجديدة اللي مرون جابه ولقيت كده فط المطبخ يعني مرون اللي بيمسح فيها جدا يعني سدقوني مرون اللي بيمسح فيها انا مش عارفة ابطلوا العادات اللي بيعملها دي حطيتها كده في البسكت ويخدت معي البامبرز طبع الدنيا كانت مقلوبة في المطبخ انا عدلت الدنيا كما سدقوني هوريكو دالوقتي حطيت ميا كده عشان اغير لها ويخدت المضاد الحيوي حطيته على الحبايات اللي عندي لان يعني بجد الفترة دي بشرتي مهلوكة الشتاء لما شتاء بيكون خلاص هل زي ما الدنيا برده طبع دي كده يدخلوا السيف بشرتي بتتدمر في الصحيات الصبح لديت طبعا مروم مغير ورميهم طبعا على الانتري خدتهم ودخلتهم جوه بصوا البسكت اصل مفووش غير الحاجات اللي انا لسي حطوه المهم العلاقات دي كل شوية الفوط وقع منها بجد مش هارف اصبتها ازاي كزا مرح اضب الفيس وبرده مفيش فايدة حاجة مضايقاني جدا عدت بيضغط عليها كده فوانا معديها كاف الحميم لقيت المحبس او الديتهاي ده العداد مكانش مقفول كويس قفلته وجبت ازايزة مية وحطتها كده جنب مني فطر النهاردة يا جماعة مكانش بقى ايه بيد وكده كنت مكسلة وكنت جعنة جدا فطلبت من مامتي نازلة سوتي جبلي فول وبطاطس وحطتها مطمية كده وكلته المهم انا دخلت وزبطت المطبخ بس ما صورتش معاكم لاني قريدي مصورة معاكم الحاجات دي مبارح فصورت معاكم حاجات بسيطة بس كده زبطت معاكم المطبقية كده وقلت حط معاكم الفوض بعد ما لزقتها بس صدقوني وقعت بردو عادي وقعت بس اللي هي الايه دي سبتة لكن علامة لوف اصعق وكلمة لوف انا كده كده هشتري تاني يعني تمام علقتهم كده وطبعا كناست قط للاطفال بس ما صورتش معاكم وكناست قط النوم بس ما صورتش معاكم بردو هنا بقى كنت بطفي نور المطبخ وكنت دخل قط النوم لإزابيلا عشان انام تقريبا كنت عايزة انام اوه هنا كان قبل ما نام كنت جاعنا جدا بجدو مش قدرة وكنت شايلة بكرولز بالطموتف قلت طلع واكل وكده كده سعراته برضو مش كتير وفي نفس الوقت بكرولز مش مدر هنا بقى بعد ما صحيت من النوم عملت لنفسي كوبية نسكة فيه وحطيت الكفر السيليكون داعليها لحد برضو موضة بالسرير دايما بقى عمل الحركة دي بقى بص السرير بقى كما بادل قلت غير الميلية بالمرة كده جبت الميلية دي من الدولاب الفيروزي وقلت بقى ان انا ايه هحطها النهاردة تمام كان نوع من عنواء يعني التغيير يعني ساعات كده يعني حتى لو الميلية شايفة مش مش متوسخ قوي بس بقى عايزة تغيير ومروم برضو نفس النظام يعني بقى عملو كي اخي يعني تلاتة بص غيرت كده بقى الميلية وحطت الكفر السيليم بتاعي وزبطت الدنيا بص بقى هنا اول اول القصيدة بقى ان انا كنت بقى يصور وحتى البادي مست ده فنقط بقى بص حطيته هنا كان لسه هينقط وده اللبس اللي انا كنت لسه مصورة بيه على تيك توك جماعة روحوا تيك توك بجد هتتبستوا قوي سبلوك اللينك في اول كومنت ومثبت وحطيتها الحاجة اللي كنت بصور بيها برضو في تيك توك وبس كده اتمنى الفيديو بتاعي تكون عجبك واتمنى فيديوهاتي اصلا فترة دي تكون عجبك ومتنسوش اللايك والكومنت والاشتراك في الشانل باي حلوين